بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي يرم بالأساس تحسين القدر الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص والتفاصيل نتابعها مع سعد غنام ويوسف مزياني الطرف ثلاثة وقعت الاتفاق الذي توج جلسات الحوار الاجتماعي الخميس المصرم الحكومة والاتحاد العام لمقاولة المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية التزامات وإجراءات تضمنها الاتفاق ترمي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل والحريات النقابية هذا الاتفاق يهم سبعة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل ومأسسة الحوار وتعزيز آليات تسوية النزاعات وتعزيز مجال التشريع والحريات النقابية والحماية الاجتماعية وعقود العمل وإصلاح منظومة التقاعد والتشاور من أجل وضع ملثاق اجتماعي ومواصلة الحوار نحن في الاتحاد المغربي للشغل نعتبر أن ما تم انتزاعه من زيادات سواء في الأجور أو في التعويضات العائلية نعتبر هذه الزيادات كمرحلة في إطار النضال وفي أفق انتزاع ما تبقى من مطالب الطبق العامل العادلة والمشروعة أما فيما يخص شريعات العمل فقد التزمت الحكومة على أن يتم التوافق والتراضي حول مجموعة من القوانين وخاصة القانون المتعلق بالإضراب الحكومة التزمت أن لا يمر عبر دواليب البرلمان هذا القانون التنظيمي الذي ناضلنا من أن يقف حتى يتم التوافق والتراضي حوله نفقنا على العرض الحكومي في مجمليه لا فيما يخص الجزء المتعلق بتحسين الدخل معه بعد إبداء ملاحظات حول الجزء آخر المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وبتشريع الاجتماعي وبكذلك الخطوات الأخرى فيما يخص تحسين وضعية الفئات المتضررة داخل الوظيفة العمومية بصفة عامة والحرية النقابية كذلك وارتأينا داخل الاتحاد العام الشغالي المغيب على أننا نقبل العرض الحكومي ووقعنا الاتفاق مع السيد رئيس الحكومة ومع السيد رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب ومع كذلك نقابتين من النقابات الأكثر تمثيلية وهذا كان نرغب به على أن يكون سلم اجتماعي حقيقي كان نتمكنه من بعد مخاض من بعد حوار طويل من بعد حوار الشاق كان نتمكنه بواحد مجهود قوي لمنطرف الحكومة ولا منطرف النقابات ولا منطرف ممتلي المشغلين أننا نقعوا واحد الاتفاق اللي حققنا فيه واحد مجموعة دي المطالب الأكيد أنها مازال عندنا واحد مجموعة دي المطالب الأخرى اللي مازال ممكن تستمر لأن الحوار الجماعي ما غيرتوقفش بالتوقيع دي اليوم وإنما الحوار الجماعي هو مستمر ولكن في نفس الوقت استطعنا من خلال هذا الحوار أننا نتزعوا واحد مجموعة دي المكتسابات بالخصوص في إطار الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية وتحسين شروط ترقي في أسم الموظفين الاتحاد العام لمقاولات المغرب أكد أن الالتزامات التي جاء بها هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف تؤكد على وجود إرادة جماعية حويل إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير وعلاقة واضحة فيما يخص تحسين شروط التشغيل عبر تعزيز ظروف الاستثمار كان هنا الجميع على هذا التوافق الذي وصلنا له أعتقد أنه اتفاق متوازن استجب من جانب الانتظارات تحسين الدخل واستجب كذلك على الضرورة للتسريع والرفع من وطيرات التوافق من أجل إخراج قوانين أساسية لضبط ظروف العمل وشرط العمل بما فيها القانون المتعلق بالإدراب القانون المتعلق بالشغل كذلك مجموعة المراثم اللي خصها تصدر باش تساهم في تسريع وتحسين شروط الولوج إلى الشغل واستقرار العمل وتحسين المناخ العام لأن السلم الاجتماعي أساسي لتطور المقاولة وتطور بطبع التشغيل ببلادنا وكان ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبوا من مراسم التوقيع على هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف بعد أن حضروا في بداية الاجتماع استدعينا لجلسة التوقيع فكان أطرحنا أن المال مصير ديال تنفيذ الاتفاق ما تبقى من الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 فارفض رئيس الحكومة أنه يلتازم بشي التزام في هات الشأن وبالتالي أنه إحنا ما نبغيش ضياع ديال المكتسبات ديال العمال الضيع وبالتالي أنه رفضنا التوقيع وانسحبنا وإحنا مستعدين لمواصلة الكفاح ومواصلة النضال هذا الاتفاق يأتي تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حارست الحكومة إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إنجاحه اتوجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم وللمزيد من التوضيحات حول هذا الاتفاق يحضر معنا وزير الشغل والإدماج المهني سيد الوزير مرحبا بكم مجددا إذن ما هي أهمية هذا الاتفاق ضمن السياق الاجتماعي وفي ضل تزايد المطالب الاجتماعية أولا بغيت أنهني طبقة الشغلة لأن هذا الاتفاق واحد اتفاق مهم سيحصل الأوضاع المادية والمعنوية لها لأنه وجب واحد المجموعة دي المقتضيات بغيت كذلك أنهني الشركاء الاجتماعي لأنهم استطعوا بمتابرة وبإصرار وبواحد الروح دي المسؤوليات باش يخرجوا بواحد اتفاق متوازن كي يستجبل التوجيات الملكية اللي وردت في الدكرة التاسعة لأكد على أنه يخص الفرقاء الاجتماعي ينقلسوا في مبيناتهم ويتحلوا بروح دي التوافق ودي المسؤوليات يخرجوا بواحد المتاق الاجتماعي كي يرعي في نفس الوقت تحسين دي القدرة الشرائية وكي يرعي أيضا أيضا تنافسي دي المقاولة فهذه المعادلة هي معادلة دقيقة جدا والحمد لله اليوم كيمكننا نقولوا بأن هذا الاتفاق هو اتفاق متوازن بطريقة حال لا نهاية الكمال الحوار الاجتماعي غد يستمر وغد يستمر وإن شاء الله يعني كل جوانب اللي كانت تعلق بمجال دي الشغيلة ومجال الشغل في إطار ما يؤدي إلى تعزيز اتقام بالشركاء في إطار ما يؤدي إلى الإسهام في تشجيع الستمار في إطار ما يؤدي إلى إحداث الفرص دي الشغل وهذا المناخ الاجتماعي هو أساسي ومهم بل لي بأن هذه السهلة المهمة هو أننا كشركة اجتماعي اليوم قدرنا نقلصه ونذير واحد اتفاق ثلاث سنوات وإن شاء الله الحوار غد يستمر في واحد مجموعة من القرية الأخرى سيد الوزير أهم مضامين هذا الاتفاق وهل تحقق التوازن بين الأطراف الثلاثة بطايا الحال هذا الاتفاق ما كانش ممكن يتوقع من طرف أربعة هذه الأطراف كما حققش واحد الحد معقول من التوازن ما بين الأطراف الجامعا فيما يتعلق بالزيادة هذه الأجور كما كان عنهم هذه الزيادة قد تشمل واحد مئة ألف موظف في الموظف الدولاء في الجامعة الترابية في المؤسسات العمومية أعداد الطابع الإداري غلاف مالك جوش فاصلة خمسة مليار في هذه السنة وحوالي سبعات مليار درهم في أفوق سنة 2021 طيب الآن سيحدث درجة جديدة للموظفي المرتبين في السلاليم الدنيا وأيضا سيجيب تحسين الشروط الترقي لعدد موظفي التربية الوطنية 24 ألف موظف سيكون معنيين بهذا الموضوع الآخر بغلاف مالك جوز 21 مليون درهم ثم بطاعة الحركة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي بالنسبة عشر في المياه عاما ذا سنتين وبالتالي بالإضافة إلى التعويضات الزيادة في التعويضات العائلية اللي ستكون عشر مئة درهم لكل طفل ببناء أن تسادي الأطفال معناها واحد تلتم مئة درهم أخرى إضافية الزيادة التي تم تقريرها وبتسارف هذا الاتفاق هو ليس كاميرا بحال وحال الاتفاقات ولكن هو خطوة مهمة اللي ستوضع وغتخلينا ندوز لقضايا أخرى لأنه ما كانش فقط غير تحسين للدخل هو مهم ولكن كانت قضايا أخرى كتتعلق بالشرع الجماعي كتتعلق بكل منه وصله بالحماية الجماعية وبمواضيع أخرى لا تقلوا أهمية وهي كتتساهم في استقراض العلاقات المهنية والعلاقات الشغلية وكتتساهم حتى في تجاع المقاولة باش تدل الستثمار وباش تطور النمو ديها وهذا كان عكس بضع أحد على الشغل وكتنعكس على المشامع المغربي كان سيد الوزير كما ذكرتم أكيد هو اتفاق اجتماعي يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير وجاء بعد جوالات ماراتونية ومخاذ عسير لكن لم تنضم إليها أو إلى الاتفاق الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بسبب الاختلاف حول بعض الصياغات وحول بنود المرتبطة باتفاق السعشرين أبريل 2011 ما هو تعليقكم؟ بطائر حال كنا نتمنى أن جميع المركزيات النقابية خاصة أن الخلاف الآن بقي فيه أمور دقيقة جدا أو نقول صغيرة جدا ولكن هذا الموقف دير الكونفيدرالية هو موقف محترم كانت ناوى أنه في الجوالات القادمة في القضايا الأخرى نزيد ونطور أمور أخرى ونشتغل مع جميع المكونات الديل الصف النقابي والالتحاد المقاردة من فيه قضايا مهمة جدا لها تتعلق بالقانون التنظيمي الإضراب لأنه قد يكون فيه تشاهر يعني القانون دير النقابات القضايا دير الحماية الاجتماعية إصلاح المدونة اللي هي مدونة الشغل اللي هي الآن كيخصة واحد إصلاح وإحنا درنا في إطار الاتفاق قلنا المبدأ اللي هو في نفس الوقت يعني تحقق المورونات دي التشغيل ولكن أيضا كتكون واحد المورونات اللي كنسمي واحد المورونات المسؤولي الجماعي إذا عدنا الإطار العام اللي يغني إن شاء الله في إطار الجوالات القادمة غني نستمر في العمل المشترك مع المركزية النقابية كاملة ومع اتحاد مقاردة مغرف إطار هذا النفس لبنينا هذا النفس يلتقها لأنه اليوم المهم وهو أن الاتفاق خلق واحد جود يلتقها استجمع واحد المجموعة دي المطالب والمطالب إن شاء الله سواء كانت معناوية أو كانت معديرها دائما يعني نغن كمنه ثلاث سنة ونعاوض الرجع هذا شيء كامل شكرا لكم سيد وزير على هذه التوضيحات